وضعت اسرائيل حجر الاساسي للبدء بحملة ضربات عسكرية مباشرة وصريحة على الاراضي العراقية هذا الامر اصبح واضحا مما صدر مساء يوم امس من قبل وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الذي اصدر هذا الكتاب والذي ركز على العراق وعلى الهجمات القادمة بشكل يوميا ومستمر من قبل الفصائل مسلحة العراقية باتجاه اسرائيل قام بتقديم هذا الكتاب لمجلس الامن الدولي وركز بهذا الكتاب على القرار 1546 الذي صدر في يونيو من عام 2004 وهو مكون من 15 صفحة وتحديدا على الفقرة السابعة عشرة والتي ركزت والزمت الاعضاء الدول او دول الاعضاء والعراق بالامور الاتية بان يقف العراق طبعا ضد الانشطة الارهابية في العراق او الناشئة من العراق او ضد مواطنيه وكذلك الوقوف ومنع عبور الارهابيين الى العراق ومنه وتزويد الارهابيين بالاسلحة وتوفير التمويل لهم مما من شأنه دعم الارهابيين وبالحديث عن الارهابيين فذكر من خلال هذا الكتاب وزير الخارجية الاسرائيلي عدد من اسماء الفصائل العراقية التي تصنفها الولايات المتحدة الامريكية وعدد من الدول الاخرى بالمنظمات الارهابية وطالب وزير الخارجية الاسرائيلي مجلس الامن الدولي باتخاذ اجراءات عاجلة لإيقاف هذه الهجمات التي تأتي بشكل يوميا ومتصاعد باتجاه اسرائيل وبالتالي هناك رسالة لمجلس الامن الدولي ورسالة واضحة كذلك للعراق لا بل انه ايضا حمل الحكومة العراقية مسؤولية هذه الهجمات لانهم يرون ان الحكومة العراقية لا تفعل شيئا ولا تمنع عبدا هذه الفصائل من تنفيذ عملياتها من اطلاق الطائرات المسيرة على سبيل المثال باتجاه اسرائيل او حتى الصواريخ او حتى منع على سبيل المثال حركة الصواريخ القادمة من ايران للفصائل المسلحة العراقية لتنفيذ مثل هذه الهجمات او نقل الاسلحة والصواريخ الى سوريا منها الى حزب الله اللبناني ليتمكن حزب الله من مواجهة اسرائيل بشكل فعال وكذلك تعزيز القدرات الخاصة بهذه الفصائل في سوريا في نفس الوقت ايضا تحدث عن مسائل التمويل لهذه الفصائل وتحدث بان ايضا الاموال القادمة من الخزينة العراقية ايضا تذهب لهذه الفصائل من دون اي مشاكل اموال قادمة من ايران هذه الاموال ايضا تنقل الى سوريا او الى حزب الله اللبناني باشكال مختلفة وبطرق مختلفة ولكنها تصل دون اي اجراء من الحكومة العراقية لا بل ان هذا الامر يعتبر خطيرا للغاية بسبب ان في الثمانية واربعين ساعة الماضية قبل صدور هذا الكتاب ونشره من قبل وزير خارجية اسرائيل كانت هناك تفاصيل نشرت من قبل صحيفة معاريف العبرية التي ذكرت بان اسرائيل وضعت خططا لضرب البناء التحتية الخاصة بالحكومة العراقية والعراق بشكل عام طبعا من منشآت حيوية قد تكون منشآت نفطية وكذلك وضعت خططا لضرب قيادات بارزة لدى هذه الفصائل المسلحة والمشكلة ان الولايات المتحدة الامريكية غير قادرة على منع اسرائيل من تنفيذ هذه الضربات تحديدا باتجاه القيادات الخاصة بالفصائل او الفصائل او منشآتها بشكل عام لانها تصنف كما تحدثنا هذه الفصائل المذكورة من ضمن هذا الكتاب الذي تحدث عنه وزير الخارجية الاسرائيلي بالمنظمات الارهابية وهذا هو الذي يعتبر العائق من مسألة دور امريكي لإيقافي مثل هذه الضربات بالتالي هنا الحكومة العراقية امام امرين وامام خيارين لا ثالثة لهما اول هذه الخيارات هو ان تتفاوض مع هذه الفصائل معهم قدر الامكان او ان تتصرف ضدهم بشكل مباشر لمنعهم من الاستمرار بتنفيذ هذه الهجمات التي تأتي على العمق الاسرائيلي او انها تترك كل شيء وتعطي اسرائيل طبعا القدرة على ضرب هذه الفصائل المسلحة في نهاية المطاف وان تضرب منشآت مهمة قد تكون تابعة للحكومة العراقية لتحميل الحكومة العراقية المسؤولية وقد يضر هذا الامر بشكل كبير بالاقتصاد العراقي بالوضع النفطي للعراقي بشكل عام وليس واضحا ما اذا كانت الحكومة العراقية فعلا قادرة على فعل شيء لإيقاف هذه الهجمات خاصة وبحسب مصادر خاصة حصنا عليها هنا في برنامج رأس السطر وهي تعرض للمرة الاولى هنا على قناة التغيير الفضائية بان في الاسابيع القليلة الماضية كانت هناك رسالة قادمة من اسرائيل باتجاه اذربيجان واذربيجان ارسلت هذه الرسالة مباشرة طبعا الى العراق والحكومة العراقية وطلع عليها العراق مفادها ببساطة يجب ايقاف هذه الهجمات المستمرة على اسرائيل وإلا سنصل الى مرحلة تصعيد خطيرة وها نحن بشكل واضح امام مرحلة تصعيد قادمة من قبل الجانب الاسرائيلي وهنا واضح ان الجانب الاسرائيلي يريد القول باختصار بان اسرائيل هي التي ستنفذ القرار 1546 في منع التمويل نقل الاسلحة او الهجمات المباشرة التي تأتي من العراق باتجاه اسرائيل ان لم يفعل مجلس الامن الدولي او الحكومة العراقية شيئا تجاه هذه المسألة بالضبط كما فعلت اسرائيل وتفعل حتى هذه اللحظة باتجاه لبنان بتطبيقها للقرار 1701 الذي من المفترض من خلاله ان يكون حزب الله اللبناني الى متواجد في شمال النهر الليطاني وان تنتشر قوات اليونيفل بين حزب الله وبين اسرائيل لكن حزب الله تغلغل في هذه المناطق واصبح على الحدود مع اسرائيل ونفذ كل الهجمات التي رأيناها منذ الثامن من اكتوبر من العام الماضي حتى يومنا هذا ووصلنا في نهاية المطاف الى هذه النتيجة كما نلاحظ من تقدم اسرائيلي مستمر باتجاه جنوب لبنان ونلاحظ جنوب غرب لبنان كيف اسرائيل تقدمت بهذه الطريقة على مسافة 6.5 كيلو بل ان خرائطا محدثة توضح بان اسرائيل تقدمت بشكل كبير ووصلت في حقيقة الامر الى البحر المتوسط وفتحت خطا ثانيا في عملية التقدم ايضا ضد حزب الله اللبناني الذي يشير بان حزب الله قد بدأ بالانسحاب من هذه المنطقة وانسحب الى الخطوط الخلفية بعد تدمير العديد من الانفاق والقدرات العسكرية الخاصة به وكذلك ايضا باتجاه الخيام الى شمال الجليل الاعلى ايضا اسرائيل حققت تقدم خطيرا في هذه المنطقة في الثمانية واربعين ساعة الماضية كانت هناك لقطات لعدد من الدبابات الاسرائيلية وهي تتحرك في هذه المنطقة منسحبة نوعا ما من الخيام بسبب ان هناك عمليات كر وفر ولكن انتهت بتقدم اسرائيلي خطير في هذه المدينة نلاحظ في اليومين الماضيين كيف ان هذه الدبابات وتوضح لك الخارطة كيف ان الدبابات كانت تتحرك فعلا في الخيام عند التأكد من هذه المسألة من هذه الاشجار هنا اشجار واضحة وهذا الطريق بهذا الشكل المميز نتجه الى القمر الصناعي ونحاول ان نحدد هذه المنطقة بسرعة نتجه الان الى الجليل الاعلى شمال الجليل الاعلى في الخيام تحديدا هذه هي الخيام وتلاحظ الى جنوب شرقها تماما هي النقطة التي كانت ظاهرة امامنا وواضحة وهذا هو بالضبط نفس الطريق الذي كانت تظهر فيه المدرعات والدبابات الاسرائيلية وهذه كلها نفس الاشجار ويوضح تماما بان اسرائيل فعلا تقاتل بشكل مكثف في هذه المنطقة وخارطة محدثة اليوم قادمة من العديد من المصادر المهمة توضح بان اسرائيل تقدمت بشكل كبير تقريبا بنسبة خمسين بالمئة في مدينة الخيام لاحظ التقدم هنا والاصرار على تطبيق القرار الف وسبعمائة وواحد الذي نتحدث عنه كذلك ان اللواء السابع المدرع الاسرائيلي ايضا انضم لهذه المعركة ضد حزب الله وزارة الدفاع الاسرائيلية اليوم نشرت هذه المدرعات وهي تدخل في هذه المنطقة رغم ان هناك مفاوضات وتفاصيل وزيارة لاموس هاكستين الى لبنان ولكن المعركة مستمرة ومتصاعدة كما نلاحظ لا بل ان الوال ستريت جورنال اكدت بان كل ما تقدمت اسرائيل في جنوب لبنان كل ما وجدت اسلحة روسية في حقيقة الامر لدى حزب الله وهنا تأتي اهمية هذه المسألة لان ارسال هذه الاسلحة الروسية لا يأتي من روسيا بشكل مباشر لحزب الله اللبناني لا ابدا هو اما ان يأتي من ايران الى سوريا ثم يذهب الى لبنان او عن طريق الطريق البري القادم من ايران الى العراق الى سوريا ثم الى لبنان وهذا هو الذي تركز اسرائيل على انهائه وهنا لا بد من الانتباه الى توقيت التصعيد باتجاه الفصائل العراقية خاصة عندما نرى حركة حماس على سبيل المثال اصبحت قدراتها العسكرية محدودة للغاية بعد العملية البرية التي قادتها اسرائيل ضد حركة حماس وكذلك ايضا حزب الله اغلب قياداته العليا الميدانية القدرات العسكرية القدرات الصاروخية قامت اسرائيل وتمكنت اسرائيل من الحد منها وها هي تتقدم بشكل كبير متجهة الى النهر الليطاني لتطبيق القرار 1700 وواحد وكذلك ايضا جماعة الحوثي رغم انها لازالت مقتدرة على تنفيذ كل الهجمات ضد اسرائيل الا اننا عندما نرى هذه المنطقة سنرى بان هناك حلفا كبيرا سفن حربية منتشرة حول اليمن وكذلك حاملة الطائرات الامريكية يو اس اس ابراهام لينكن موجودة في هذه المنطقة كانت هناك ضربات من قبل طائرة البيتو الاستراتيجية ضربات عديدة قادمة من قبل القوات الامريكية حلف حارس الازدهار او حتى من قبل القوات البريطانية تحديدا وطائرات البريطانية وكذلك ايضا ان الجانب الايراني واسرائيل قامت بضرب ايران في اكثر من مناسبة اخر الضربات التي وجهتها اسرائيل كانت من فوق الاجواء العراقية واخترقت كذلك الاجواء الايرانية وهذه الضربات التي طالت العمق الايراني طالت نقاطا مهمة من ضمنها نووية وحتى هذه اللحظة ليس واضحا ما اذا كانت فعلا ايران ستنفذ عملية الوعد الصادق الثالثة في ظل بعض التسريبات التي تحدثت بان ايران غيرت قرارها وهي تأخذ ببعض الرسائل وتحاول التفاوض في هذه المسألة ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار ايضا بان دونالد ترامب قد فاز في الانتخابات الامريكية وحتى هذه اللحظة هو لم يمسك بزمام الامور في البيت الابيض وبالتالي هذا يوضح كله بان المنطقة نوعا ما واسرائيل نوعا ما اصبحت اكثر جهوزية بعد ضرب حزب الله حركة حماس جماعة الحوثي والحصار ايران تحديدا بان الفصائل العراقية هي الوحيدة حتى هذه اللحظة التي لم تتعرض الى اي ضربات باي شكل من الاشكال وهذا هو الذي يفسر هذا التوقيت تحديدا وفي الشهر ونصف حاليا التي نراها لان في شهر يناير دونالد ترامب سيستلم زمام الحكم وبالتالي في هذه الفترة فيها تصفية حسابات خطيرة للغاية قد تندفع لها اسرائيل باتجاه العراق وهذه مسألة خطيرة جدا على العراق كما ذكر مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم وذكر الآتي ما تقوم به بعض الفصائل المسلحة باستخدام ارض العراق ضمن اطار وحدة المساحات والاسداد المعنوي انما يؤدي الى مواجهات حقيقية ستطال الشعب العراقي ويكون لها تثيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي عليه وقد يعرض امن العراق الى الاستهداف والتفكك الداخلي وبالتالي هناك امور خطيرة للغاية من الممكن فعلا ان تطال العراق اذا ما بدأت اسرائيل بحملتها هذه خاصة وانها تتحدث هذه المرة عن قرار وهو القرار الف وخمسمائة وستة واربعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة